السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم اعضاء ومديرية طابر وير? آآ النهاردة هنعمل مع بعض آآ حاجة حلوة. هنعمل شكل لمة بس بدون فرن. هنعملها النهاردة باستخدام قلب التلج اللي نازل معنا في العروض. بشكل جديد. آآ استخدام جديد لقالب التلج. هنعمل النهاردة شكل لمة دي. آآ طبعا احنا بقي عندنا جوز هند من رمضان من حلويات رمضان. هنجيب جوز الهند بتاعنا. اهو. هاسمه في العلب. العلب الاف ار. او اي علب موجودة. هجيب الوان الغذائية اللي هي الوان الطعام. ان كانت ماجيك اولتن على حسب ما اللي موجود ما آآ عندك. او في محل المسترزمات الحلويات. وهنا ده الحليب المكسف اما تجيبيه جاهز او تكوني عاملاه بيتي. انا هنا عاملاه بيتي وحطاه في العلبة ديت وببقى حطاه في التلاجة ما بيحصلوش اي حاجة. آآ لو عايزين طريقته ممكن اقولكم على طريقة الحليب المكسف البيتي. آآ نفس طعم الجاهز بالزبط. حاولي على قد ما تقدري ما تجيبيهش حاجة من برة. ومشاء الله العلب بتحفظ لنا الحاجة. هنا انا خلطت الالوان الغذائية مع الحليب المكسف هو الجوز هند. آآ الاصفر والاخضر والاحمر والاورنج بالمنظر ده. هجيب بقى قالب التلج اللي معانا بيكون بلاستيك. والقطع بتاعة المكعبات بتكون آآ سلكون طري بالمنظر ده. وعندي فتحة ممكن ان انا انازل اي منكهات آآ لي التلج او العصير اللي انا بحطه. وبقدر ان انا افتحه. زي ما انتم شايفين كده. فكرة النهاردة بقى في الفيديو وهي ان انا هستخدم القعدة بتاعة المكعبات البلاستيك بتاعة التلج دي. هنعمل بها الفكرة بتاعتنا النهاردة. اهي بصوا. شايفين هي يا مرينا. القالب ده ممكن تستعمليه كزا استخدام. فاحنا متعودين ان هو قالب تلج او قالب ان احنا نحط فيه صلصة او عصير. لأ هنعمله النهاردة باستخدام تاني. آآ حالة سهل واقتصادي. مش هياخد من الخمس دقايق. وكلها بحاجات موجودة في البيت. وتبقى حاجة نضيفة وحلوة قوي. الولاية هتفرح بيها. اهو هبتدي بقى هبتدي انزل عندي اللون الاصفر مع اللون الاحمر. والحتة بتاعة المكعب من النص دي انا قلبتها. يعني رفعتها الفوق. آآ علشان هستعملها وحطي فيها شوكولاتة. هنا بقى ديت آآ هخلي التجويف بتاع المكعب. هحطي فيه نص كريزة. وبعد كده هنزل اللون اللي انا عايزي. ممكن تنزلي اصفر. ممكن آآ تعملي الشكل المعتاد آآ للشكل اللي ما هو اللون الابيض. مع الحليب المكسف. انا انا هنا قلت اعمل الوان علشان دخول السيف وتكون حاجة مبهجة للاولاد. طبعا علشان الحظر والايام الكورونا اللي احنا فيها. فعايزة حاجة تفرح الاولاد. ويكون آآ تشجحهم على الاكل. ويكون كمان فكرة جديدة آآ لاستعمال القالب التلج. ان انا مش هستعمله بس الحاجات معينة. لأ انا ممكن كمان اعمل بيه حلويات. وبعد كده هدخله في الفريزر آآ لمدة ساعة. هلاقي كله يجمد بسرعة. وبعد كده هطلعه معاكم. اهو. كده انا دخلت الفريزر وهبتدي ان انا اطلعه. آآ سهل جدا. مجرد بس اهو. شايفين? مجرد بس ما بضغط على القعدة السيليكون بيطلع معايا الشكل لما بتطلع معايا بالمنظر ده. ويبقى عملت احلى شكل لما احلى آآ حالة سريع واقتصادي بكلها بحاجات موجودة في البيت. آآ منتجات ساعدتني دايما على الابداع. ان احنا دايما نكون مبدعين متقلقين. فكل حاجة بنعملها. مش مجرد بس ان احنا بناخد الحاجة للاستخدام بتاعها. لا بالعكس احنا ممكن نبدع فيها. وتطلع كمان بشكل حلو جمالي. آآ ده هنا كده التلات مكعبات دول اللي فيهم كريز. والباقي انا سيبته فاضي. لو موجود عندك آآ شوكولاتة من بتاعت العيد. او آآ كاتبري اآ اي شوكولاتة بتعمليه لحمام مائي. آآ او لو شوكولاتة خام بتسيحيها في المايكرويف فعالة في المايكرويف وبتطلعيها تاني وتبتدي تنزليها في النص في في التجويف بتاع المكعب آآ التلج. بالمنظر ده هتكون عندك احلى شكل لمة. جاهزة جدا متماسكة مش هيحصل لها اي حاجة. آآ وزي ما بقول كل فيديو شكرا تابر وير. شكرا ان هي بتساعدنا على الابداع دايما. وبتفتح لنا المجال ان احنا بنتخيل حاجات آآ تبقى جديدة. آآ مش مجرد بس الاستخدام اللي هي بتكون نازلة عليه من الشركة. لأ اتخيلي وزودي وابداعي مع تابر وير وشكرا.